تم الكشف على الروفات ديال الضحايا ديال ضحايا سنوات الرصاص ديال الضحايا ديال ديال الوقاية المدنية في الضرب من بين الشخصيات المشؤولة على هذه الأحداث التي وقعت كان دريس بصري تأتي تم الاجتماع مع عبد رحمة الوسفي عبد رحمة الوسفي عبد رحمة الوسفي تصل به مباشرة الحاجة الوحيدة التي أمرني بها هو أنه نبقى على الاتصال باليوسفي حتى لا يريب شد شيء لها على هذه المدة كلها فماذا بماذا أخبرتها يعني الإضافة الأخرى الذي قال لدي بصري وقال مالي قال لي وش نديره مع هادك هاد الشاب الذي رفض الذي رفض المقاعد البرلمان فقال لي هادك الشاب عبر على رأيه تشاه واحد ميتوشو ميتوشي هاده العبارة اللي قال لي سعداء بتواصلنا معكم وسعداء بتواصل حوارينا مع الأستاذ محمد حافظ أستاذ اللسانيات بجامعة الحسن الثاني بالدار البداء والمناضي السياسي في حلقة يوم الأمس أشرنا للإصدار الأخير الأستاذ محمد حافظ بالاشتراك مع الأستاذ حمد بوز الكتاب الضخم تحت عنوان اليوسفي كما عشناه أوراق من زمن سياسة تحددنا مع الأستاذ محمد حافظ عن قصة المقاعد البرلماني طبعاً من اللي كانت محاولة يهدأ له هو يعتبر طبعاً أنه تم تزويره له سنة 1997 إذن في حلقة تالي يوم سنواصل حوارنا مع الأستاذ محمد حافظ حول تفاعلات رفض لهذا المقعد وبصفة خاصة ما قاله له فيما بعد دريس البصري بعد أن تم إبعاده من مقاليد السلطة إذن الأستاذ محمد حافظ في حلقة سابقة تكلمنا على قصة هذا المقعد البرلماني اللي تم إهدأه لكم الطرف دريس البصري أنت تقول السليم هو تزويره حكيتين بعض تفاصيل هذه العملية دي للتزوير واللي رفضتها طبعاً منذ اللحظات الأولى تكلمتنا على زيارتكم العبد الرحمن اليوسفي والإعلان في الجاري دا على رفض لهذا المقعد قلتنا أن بعد سنوات ستلتقي دريس البصري طبعاً وهو الرجل القوي وقتها والمهندس دي الحياة السياسية وحكيلك تفاصيل بخصوص هذه الواقعات دي المقعد البرلماني ماذا قال لك دريس البصري طبيعة اللقاءات اللي كانت عندي معها أولاً اللقاءات في إطار عمل صحفي ولم تكن لقاءات مباشرة لم يسبق لي أن التقيت معه بشكل يعني كانت عن طريق الهاتف وخاصة بعد الحوارات التي كنت أجريتها معه وأجرع معه وكذلك بعد زملائي في الجاردة التي كنت أشرفها على تحييرها واقتهنتما في النشرة أو في الصحيفة في مبعد في الصحيفة فكانت أنا ذاك يعني تمت إقالته يعني كانت غادر المغرب ولك يعيش واحد المشكل اللي كلنا تابعنا أنا ذاك صحفيان شو نصبح هو يتقرب من الصحفة المستقلة وقتها؟ بالنسبة إلينا نحن من كنا نتصل لكي نجري حوار أو نأخذ سريح أو نعطي مثال مثلا في واحد الوقت تم الكشف على الروفات ديال ضحايا ديال ضحايا سنوات الرصاص ديال ضحايا ديال 21 يونيو 1981 في الضربدة اللي كانوا في المقر الوقاية المدنية في الضربدة من بين الشخصيات المشؤولة على هذه الأحداث اللي وقعت كان دريس بصري أحداث عشرين يونيو عشرين يونيو 1981 إذن دريس بصري ما زر على قيد الحياة صحيح أنه أبعد أوزيح إلى أخيره بعدها وفاة حسن الثاني وما جاء الملك محمد السادس بعدها مدة قصيرة تمت إقالته كلنا تابعنا ذلك الحدث فمن الناحية الصحفي اللي يمكن لأي صحفي يريد أن يتابع هذا الحدث إلا أن يتصل بهذا السخص لكي تحمل مسؤولية فكانت هذه مثلا من بين الأحداث التي تقصد أن نتصل لكي نأخذ حوار إلى أخيره أو تصريح هذا إلى أخيره فعلى هامش الحوارات كانت تصار بعض الأشياء وكان يدليب بعض المعلومات أحيانا بعض الأشياء يطلبوا أنها لا تنصر وكان دائما يقول بأنه عندي أشياء أخرى لكن لا تنصر الوقت لكي تأتي الوقت لكي تأتي الوقت إلى أخيره فبطبت حال هو كان حارس على أنه يبقى مرئي ما يغيبش خاصة سواء فترة الإقداع هنا في المريض أو لم يمشى فرنسا بداعي العلاج وكلنا نتذكر الحكاية ذي الباسبور نتقدلي الباسبور دياله وكان رفض جديد الباسبور دياله إذن ماذا قال لك بخصوص قرية المقعد الأهمش هذا أخبرني بأنه العبارة اللي قال له هو دائما ندود وقال لي أنت أريد أن أعطي كوميرا ورفضي لا أريد كوميرا لاحظ كلمة كوميرا وهي العبارة الصهيرة التي كان قد أطلقها بعد أحداث ديال 20 يونيو 1981 قال لأنه كان صادفة لربما يوم المقاومة أو كذا قال نحن ما يمكنش نقارن شهيد على الوطن بشهيد كوميرا تماما إذن شنو أنت قل لك بغير نعطي كوميرا ما بغيتش ما بغيتش فحكي لي أشنو قاع قال لي بأنه مباشرة من لي انتهيت من الاجتماع مع عبد الرحمة الاشياء عبد الرحمة الاشياء تصل به تصل به مباشرة بالمناسبة دبا شخصين معا في دار البقاء ولكن أنا أدليت بهذه المعطيات في حياته مماعا في حيات اليوسفي في حياتي في حوارات كنت وأجريتها سابقا ف تصل به عبد الرحمة الاشياء في خبره هو مباشرة قال لي بمجرد مع قطع معي عبد الرحمة الاشياء تصلت بالملك بالمالك أخبره فقاليا بأنه يعني كان هذا الخبر مزعج مثلما كان مزعج بالنسبة ليوسفي كان مزعج كذلك بالنسبة لي هو بالنسبة يعني فيه ترتيبات من الطرفين تطلبت سنوات وتطلبت جهد كبير مع اليوسفي لأنه من 1993 حتى 1997 وفي المرحلة اللي غادي يقضيها قال يوسفي كان رحلات لم تتوقف والوساطات لم تتوقف والاقتراحات الى اخره ترتيبات كله وترتيبات كله بشكل اتحاد شركي هو رقم واحد على هذا المقاعد يجيب هو رقم واحد بشكل عبارة صناديق الاقتراع يكون عندهم دلول على الاقل بالنسبة لنا فقال لي الحاجة الوحيدة اللي امرني بها هو انه نبقى على الاتصال باليوسفي حتى باش ميريبشتشي لي لي يخدمنا على هذا المدة كله فمدى بمدى اخبارك يعني الاضافة الاخرى الذي قال هذا بصري وقال مالي قال لي وش نديره مع هادك؟ هاد الشاب الذي رفض المقاعد البرلماني فقال لي هادك الشاب بعبر على رأيه تشاه واحد ميتوشي هاده العبارة اللي قال لي باده فإذا هناك كان ربط بانه من بعد هاد المكالمة وهاد الاتصال إذا كي يتصل عبر حمالي يوسفي بالجريدة باش اعطاد الدول الأخضار باش اتصال لان الامر تطلب باش شو يدي الوقت هناك من قال ذاك الوقت أن الدريس البصري لربما يسعى لإفشال هادك الترتيبات اللي كانت تجارية هاد المعنى يسعى إلى إفشال معناه أن الدريس البصري منصق مع الناس اللي غادي يزور ليهم لأنه في هذه المرحلة كان مني كان نشوف المقاعد اللي تقريبا كان مؤسرة كثيرة على أنها مزورة إلى تحيدات 13 ولكن ربما فيه مقاعد أخرى تخذت له لا يعني تارت بعض كان حديث على بعض المقاعد ولكن كانت قليلة جدا ربما جوج أو ثلاثة جوج كان نظل اللي كان عليه حديث ولكن ما كناش المعطيات وكيف الاتحاد الاشتراكي القوة السياسية وقتها البارزة ودات الامتدادات وكذا على مستوى النقابة الشباب هذا ما كانش قادر يحصل على انتخابيين على ما يفوق ما حصل عليه ربما كان نظل بأنه في هذه المرحلة بدأنا كن يراها بدأت بدأ واحد من نوع ديال التراهل داخل صفوف ديال الاتحاد الشركي نعم مني كان نتكلم على سبعة وتسعيد رأى واحد المرحلة طويلة ديال المشاركة في الانتخابات ولو نماذج ديال المرشحين ولتا جماعات مثلا؟ على مستوى المحلي على المستوى الجماعي مستوى الجماعي يعني ماذا كان هادروا على سبعة وتسعين ماذا هي سبعة وتسعين وماذا هي سبعة وتسعين ماذا هي مثلا ثلاثة وتمانين او او ربعة وتمانين اللي كان يتم تزوير ضد الاتحاد الشركي فبدا نوع ديال التراهول ثم بدا كتبرز واحد العينة واحد نسبة ديال الاعين اللي كانت عنده واحد الخيبرة في قدرة على حصول على الصوات بعينة ولي انترشحت ولذلك كم منك يرفض هذا الحزب كانت ترشح باسم حزب اخر وعندها واحد زبناء ديالها واحد نسبة ديال الناخبين اللي كانوا يضمنون لهم العدد الكافي باش يحصلوا على القيف ديالك موقف من زوير ولكن رسميا نرى اسمية كنتاري باقي وراء افتتاح الناس كانوا يحضروا كلهم وما عندهم الافتتاح والانتحادي اللي يضرم معي هذا الموضوع عدم لما نقول الاسبعاتي لهم قسكتحضار لانه هذا حيتي الغياب ديالك محلة ملبيتش واحد دعوة واحد الاجتماع للي ترأس الملك فكان انا ردي بسيطة انا لست برلماني وافتتاح البرلمان يحضرون البرلمانيون انا ماشي برلماني دي ما عنده علاقة بها دي ما عنده علاقة بها دا ولكن 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 في القوائم انت برلماني اي ولكن ولكن انا طعنت في النتيجة وبنسبة لي يد الزويرة دفع هذا ماشي ماشي شي واحد نجح وواحد اخر طعن فيه وورا بقي القضائيا ما تمشي البت وخصي بشر المهام ديالي اذا هذك ثلاث سنوات معنى معنى احدى الجرائي درت الخبر بانه في الافتتاح محراح حضر محمد حفظ ومحمد اديب لان محمد اديب اللي هو كذلك عضو ديال الاتحاد الشراكي عضو الزمركازية واللي اعلن في الكنفيدرالية ومن بعد اظن واحد الاسبوع اعلن بانه هو لن يقبل الهدية المسمومة وحسب معطية التي وصلتنا انه وفد من الاسلاميين مشادر لقاء مع الاماوي وعطاه المعطيات بانه نفس ما وقع في الدائرة ترشحت فيها وقع في الدائرة وقع الفيدة فأنا لم احضر الافتتاح انا في الافتتاح هذا كالنهار الافتتاح لانه كالبت مباشر مشيت احدى المقاهي توجد في مركز الدائرة اللي هي تقريبا المقر ديال الاتحاد الشراكي وكاننا كنتلقوا فيها كلنا كمناديلين وكاصدقاء وكمتعاطفين وكفعالية ديال منطقة فمشيت هذا كالنهار كنتبع الافتتاح ديال البرلمان في المقاهة في المقاهة وحرصت حيث سكانت ديالة خصمي عرفوا بانه وانهار مزايدة فخرجوا خبار وانتصل بالسئة بالرحمة وقررته وانت حضرته قالي انا ما حضرت قلت لي واذا ما اكتبو انا هذا خبار زائف ولسكتنا معنا انا راه خصنا نديروا شي بيان حقيقة كانوا دحوك نكدبوا هاته ما تردد قالي ايلا مانشي ضروري ودرت انا راسي بيان حقيقة بانه وخلافا لكاده هذا كل الأجرى التي تعطى للبرلمانيين خلال تلك ثلاث سنوات انت اسمك كين؟ طبعا على مستوى المحاسبة البرلمانيين هل يخرجوا الأجرى البرلمانيين؟ أنا لم أقم بأي إجراء وقدماي لم تطأ تلك المؤسسة مدام الوضع عن ما هو عليه وبالمناسبة كانت واحد مرة أنا من بعد تكاتب عن تلك الشيء بالاتحادية وكان لدينا مشاكل من المشاكل التي شرنا لها في الكتاب مع السيد عبد الرحمن يوسف ككاتب أول وكذلك كوزير أول وكانوا جوش الأشخاص الذين كانوا يلعبوا واحد دور كي يحلوا المشاكل بيننا في المكتب السياسي والشيء بالاتحادية كانوا جوش الناس كان منهم المرحوم عبد الواحد الراضي وفتح الله العلوم هذه السيد عبد الواحد الراضي كان رئيس مجلس النواب فالتصل بي قال لي يا راه أنا بينا ندخلو راه هضر معي السيد عبد الرحمن كان ممكن ولكن قبل راه طلب مني باش نشوف زمان وش عندكم استعدادا وفرش صروطة ديالة بالعكس عبد الرحمن كل ما كانت إمكانة نحلو المشاكل التي تنظيمها سترى نحلوها فقال لي وإذا نتلاقا وصافية من الوقت كانت تافقوا لك الساعة في المقرى ديال الشيء بالتعديل في الرحمن قل لي واجه عندي المكتب ديالي في المجلس النواب واني نقول لي واسي عبدو حضرك عارف عارف الموقف ديالي واني رامي ممكن ما ما دمتو يعني أنا ماشي برلماني وعندي هذا الوضعية ما يمكنش ننجي عندي المكتب ويعني ما 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 أعجبني وأنه تفهم الأمر بكل يعني هدوء ورزانة المعهودة فيه عبد الواحد الراضي بكل لطف بكل لطف وقال لي وشوف فين بغيتي قال لي اما المقر ديال الحزب اما المقر ديالنا قال لي او داري قال لي او لا او لا في المكان وفعلا انه تفقنا خارج فقبل هذا الامر لانه ما يمكنش لي نغل مشي تمال برلمان عندي واحد الصيفاء يصعبوني الناس أنا دخلت كما فبالنسبة لي يعني لم اقوم بأي اجراء اي اجراء رغم انه قد توصلني رسائل مثلا ديال الاجتماعات ديال الجهة داربيده لانه البرلماني ولكن قلت لي ان احد السياسيين والماظرين كان كلما ملتقك يقولك احد البرلماني وكان كذلك كان طلق معه في الجاردة لانه كان يستغل في الجاردة وكان كدوز سهرين تلسهور يتطلق معيه يقول لي يارا ده با وصلت 12 مليون كيف دعا باوك؟ كيف يقولها كدوز عود واحد تلسهور يقول لي يارا وصلت 24 مليون 31 مليون يعني يبقى طول عليها وانا احد مرة كدوز اخليك وانت كنت تحسبين انا ما كنحسبش المهم هذا يعني هذاك الحدث كانت ترائف في كل مرة وضعك المادي والاجتماعي وقتها بشكل عام كيف هو وقتها؟ انا الوقيت اللي ترسحت 97 لانه وليك السعانة صحفي في جريدة النشرة جريدة النشرة عمليا اسسناها بشكل تطوعي لا قبل انا اسسناها في 93 بشكل تطوعي اللي هما عندهم ميهن ديالهم را كي يخدموا فابور واللي كانت عندهم وضعي ديالساعة انا كنت كنت اخديت ديبلوم دراسة العليا المعمقة وكن هايئة اطروحة ديالي وكنت في نفس الوقت مكلف بالإدارة ديال ديال الشميلة اتحادية اذا كان عندي واحد كنا واحد ثلاثة ديال ديال زملاء عندهم واحد تعويضات رمزية في حقيقة تعويضات كتغطي المسارف ديال التنقل ولكن في 96 من اللي رجع اليوسفي من كان وتحمل المسؤولية على رأس الجريدة هذه هي حكاية طاويلة ففي اطار يعني احد الاجتماعات كان ديالساعة الساسي والكاتب العام الشريبة الاتحادية وكان مدير ديالنشرة وكانت نشرة صحيفة تصدرها الشريبة الاتحادية ولكن كانت تطبعها في مطابع خاصة في الوقت للحزب عنده مقر عنده جوز الجرائد بالعربي والفرنسي وعنده مطبعه وعنده امكانات هائلة فتطرح للموضوع ممكن شخصنا هذه جريدة ديالوحة تنضيم حزبي ستستفد من الحقوق اللي كتستفد منها الجرائد كذلك سيارة موججال واحد الفئة عندها واحد الجمهور فتما غدي تم يعني إلحاق ثلاثة الصحفين بجريدة الاتحاد الشركي منهم انا وكان الاخر عمر بشيريت وذلك الساعة كان الاخو يحمل كان عنده واحد المشكلة لنتهو التحق فإذا احنا في النشرة تحريريا ولكن إداريا في جريدة الاتحاد الاشتراكي فإذا فذلك الوقت التي ترشحت انا صحفي بالأجراء الصحفي بتاع الشركي كانت عندهم أجراء بسيطة عن ذلك الساعة كان صحفة عارفين الوضعية ديالان نعم نعم قبل ما نختم هذه الحلقة طبعا نشير الكتاب اللي صدرته انت والأستاذ حمد بوز اليوسفي كما عيشناه أوراق من زمن السياسة نبدو بالعنوان اليوسفي كما عيشناه انتم عيشتوا اليوسفي آه جميلة عيشناه وعيشناه بالمناسبة على ذكر عدد من أصدقاء بعض منهم من اللي خرج العنوان أول مرة الإخبار عليه البعض كان يظن بأنه كان خطأ مطبعي لأننا نعيشه يعني شخص يعيش شخص ولا يعيشه ولكن كما عيشناه لأننا نتحدث عن اليوسفي ليس الشخص ولكن نتحدث عن اليوسفي في تجربة التجربة سياسية التجربة الحزبية التجربة السيظة التجربة السياسية وكذلك على رأس الحكومة وأجري مع اعتداد의 طويلة التجربة السنظتية كان على رأس estãootti فكانت نتبه عليك صحيح فنين نتبه علي اليوسفي كتجربة لكن دعات ال Cornell الحصان وذلك استعملنا أنا والصديق أحمد البوز استعملنا هذا العنوان اليوسفي كما عيشناه لنحيل إلي أننا نتحدث عن اليسفي ولكن في الوقت ولكن اساسا نتحدث عن تجربة سياسية ربما من اهم المراحل ديال مغرب المعاصر يعني هديك المرحلة رامي كانت تكلموه على اليسفي كانت تكلموه على الموقاومة و Att imperial changes NYpot كانت تكلموه على واحد المرحلة ديل مواجهة الاستعمار وكانت تكلموه على سنوات الرصاص وكان هو احد أبرص ضحايا سنوات الرصاص. نعم وكانت تكلموه على مسؤوليا على رأس الاتحاد الشراكي ولكن قبلها كان الاتحاد الوطني القوات الشعبية وقبلها كان حزب الاستقلال وقبل ما تكون كون في درية كان يمتلك الاتحاد المريمية للشغل وكان تكلموا على الخارج وكان تكلموا على واحد المرحلة مهمة مر ما نعيشه اليوم وما جرى بعدها يرتبط بيتينا. سيد محمد حافظ غادي نوصل الحوار بهذا السبب في حلقة قادمة. شكرا.